اصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد زورب واليوم جيدكم فيديو جديد اليوم هذا الفيديو رح يكون معنا مهم جدا جدا رح نشرح فيه اقصى سرعة للمركبات في السويد طبعا كنا بنعرف انه اقصى سرعة في السويد هي 120 كم في الساعة ولكن مش كل المركبات مسموحة لا تمشي باقصى سرعة مسموحة فيها في السويد ولا حتى كل المركبات مسموحة لا تمشي بنفس سرعة الطريق اللي هي ماشية فيه مشان هيك اليوم رح نحدد جميع انواع السرعات في السويد وكافة المركبات مع كل مركبة واقصى سرعة لازم تمشي فيها بداية رح نبلش بالمركبات اللي مسموحة لا تمشي في السويد باقصى سرعة مسموحة فيها في السويد اللي هي 120 و 110 مثلا يعني المركبات اللي هي تقدر تفوت اي طريق بنفس سرعة الطريق تقدر تسوق فيه بدون اي مشكلة بداية اول مركبة رح ناخدها من المركبات اللي هي مسموحة لا تمشي بنفس سرعة الطريق مهما كانت سرعة الطريق في السويد هي السيارة الشخصية مثل ما احنا شايفين قدامنا السيارة الشخصية مسموحة لا سوق فيها بنفس سرعة الطريق يعني اذا دخلت شارعة سرعة 110 بسوق فيها 110 اذا دخلت شارعة 120 بسوق كمان 120 كيلومتر في الساعة في عندنا كمان الفان هاد هاد الفان كمان انا مسموح لأسوقه برخصة القيادة بي لانا بطلعها العادية اذا كان هذا الفان بياخد 8 ركاب وانا السائق رقم 9 بحق لي أسوقه وبرضو بحق لي أمشي فيه بنفس سرعة الطريق بغض النظر عن قديش سرعة الطريق وفي عندي كمان الموتوسيكل كمان مسموح لأسوق فيه بنفس سرعة الطريق يعني انا دخلت شارع سرعة 110 او 120 كم في الساعة اقصى سرعة في السويد مسموح لأسوق فيه بنفس سرعة الطريق وفي عندي طبعا الشاحنة الخفيفة شو يعني شاحنة خفيفة؟ شاحنة خفيفة يعني شاحنة لا يتجاوز وزنها الكل 3 طن ونص وانا بكون مسموح لأسوقها كمان بشور كورت بي اللي هو رخصة القيادة في اتبي العادية اللي احنا عمنا طالعها اذا كانت هاي شاحنة خفيفة لا يتجاوز وزنها الكل 3 طن ونص بكون مسموح لأسوقها وبنفس سرعة الطريق كمان يعني اذا مشيت فيها بشارع سرعة 110 او 120 بقدر امشي بنفس السوء وفي عندي كمان باص لا يتجاوز وزنه الكل 3 طن ونص يعني شاحنة لا يتجاوز وزنها الكل 3 طن ونص او باص لا يتجاوز وزنه الكل 3 طن ونص لانه كل المركبات التي لا تتجاوز 3 طن ونص تعتبر مركبة هفيفة وانا اقدر اسوقها برخصة القيادة في اتبي بنفس سرعة الطريق بغض النظر عن سرعة الطريق اللي انا ماشي فيه هاي المركبات هي لانه بكون مسموح لي اسوق فيها بنفس سرعة الطريق ومسموح لي اسوق فيها باقصى سرعة مسموح فيها في السويد كمان احنا ننتقل هلا على اللي هو سرعة 100 كم في الساعة عندك باص تقيل مع حزام امان يعني نعرف انه في بصات فيها احزمة امان وفي بصات ما فيها حزمة امان اذا كان الباص له احزمة امان بكون مسموح ليسوق بسرعة 100 كم في الساعة كحد اقصى يعني ما بيقدر يسوق اكتر من هيك اما اذا كان الباص تقيل بدون احزمة امان بدون احزمة امان بكون مسموح ليسوق بسرعة اقصى تسعين كم في الساعة طيب غير الباص اللي بدون احزمة امان شو هي المركبة اللي مسموح لها تسوق بسرعة قصوى اللي هي تسعين كم في الساعة طبعا الشاحنة الثقيلة الشاحنة الثقيلة اللي هي بيكون عليها هاي اللوحات اللي بتبين انه هاي شاحنة ثقيلة وطبعا الشاحنة الثقيلة هاي بسموح لها بسرعة قصوى تسعين كم في الساعة في طريق الاوتوستراد وطريق السرية فقط يعني هي بتمشي بسرعة تسعين كم في الساعة اقصى سرعة لها في طريق الاوتوستراد والطريق السرية فقط طيب رح نحنجي نحكي عن اللي هو اذا سيارة تسحب خلفها مقطورة مع فرامل وهان بنحكي عن سرعة قصوى تمانين كيلو متر في الساعة طيب شو هي المركبات اللي مسموح لها تمشي بسرعة قصوى تمانين كيلو متر في الساعة اول شي عندي سيارة تسحب خلفها مقطورة بشرط المقطورة تكون مع فرامل اذا كانت المقطورة بدون فرامل فبيصير السرعة القصوى لها اربعين كيلو متر في الساعة كمان سيارة تسحب خلفها هوسفاجن وهي كمان مسموح لها تمشي بسرعة قصوى تمانين كيلو متر في الساعة وكمان شاحنة ثقيلة مع مقطورة شاحنة ثقيلة مع مقطورة سرعة القصوى لها تمانين كيلو متر في الساعة في طريق الاوتوستراد والطريق السريع قلنا اذا كانت شاحنة ثقيلة واحدة بكون سرعتها اللي هي تسعين كيلو متر في الساعة في طريق الاوتوستراد والطريق السريع اما اذا كانت شاحنة ثقيلة مع مقطورة بصير اقصى سرعة لها تمانين كيلو متر في الساعة رح نيجي نحكي عن اللي هو المبيد فئة واحد المبيد فئة واحد وهذا المبيد سرعته القصوى 45 كيلو متر في الساعة 45 كيلو متر في الساعة ومن ضمنها هاي السيارة اللي بكون عليها مثلث احمر رؤوسه مكسرة اللي بنشوف اللي هو الاطفال بيسقوها في الطريق اذا جينا نحكي عن سرعة 40 كيلو متر في الساعة طبعا في مركبات مسموح لها بسرعة قصوى 40 كيلو متر في الساعة شو هي سيارة تسحب خلفها مقطورة بدون فرامل احنا اتفقنا اذا كانت مع فرامل اقصى سرعة بيكون 80 كيلو متر في الساعة اذا كانت المقطورة بدون فرامل فاقصى سرعة بتصير 40 كيلو متر في الساعة وفي عندي كمان السيارة هاي اللي هي أصلا بتسحب السيارات العطلانة تخدهم لمكان التصليح وهاي كمان لما تكون ساحبة خلفها سيارة عطلانة بيكون أقصى سرائلها 40 كم في الساعة ننتقل للسرعة 30 كم في الساعة وعندي إذا كانت سيارة تسحب خلفها سيارة عن طريق الحبل فأقصى سرائلها 30 كم في الساعة في فرج كبير بينما أنا أسحب خلفي مقطورة أو أسحب خلفي سيارة عن طريق الحبل إذا أنا أسحبت خلفي مقطورة إذا كانت المقطورة بفرامل فسوق لعند سرعة 80 كم في الساعة بدون فرامل 40 أما إذا أنا أسحب خلفي سيارة عن طريق الحبل هاي يختلف هم بكون في خطر أكبر وبالتالي أقصى سرعة مسموح اللي فيها 30 كم في الساعة وفي عندي آخر شيء اللي هو المبيد فئة 2 مبيد فئة 2 وأقصى سرعة له 25 كم في الساعة طبعا في مركبات ثانية كمان أنا ما حبيت أدخلها بالفيديو لأنه بصراحة ما رح نحتاجها أبدا بيتركزوا لكم على الشغلات اللي كتير مهمة واللي كتير رح تستفيدوا منها واللي رح تجيكوا في اختبار النظري كمان أسئل عنها بظل لأن التراكتور اللي هو رح أعمل فيديو لحال عليه لأنه في كتير ناس بتقربط فيه لهيك رح أعمل فيديو خاص فيه هاد كان آخر شيء معي لليوم أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم وكالعادة لا تنسوني من دعواتك شكرا